المصدر أن مطار المزة لم يتعرض لأي عدوان إسرائيلي وأن الأصوات التي سمعت تعود لانفجار مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي ووقعت في ساعة مبكرة من صباح اليوم انفجارات في الجهة الغربية لمدينة دمشق سمعت أصواتها في أرجاء المدينة وتداولت وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي أنها ناجمة عن عدوان إسرائيلي على مطار المزة